صباح و اهلا وسهلا على كنال. اليوم انا نتحدث عن الميت بوك اي 2022. واوي اعلنت لها التابلت قبل MWC بشي كام يوم. هذه عنا مندوز 11 عليها تشتغل كتير منيحة و كمية نستعمل معها القلم. ومش بس هيك. عنا سماعات كتير منيحة. عنا هاتفون جاك. عنا كاميريات موجودة قدام وورا الشاشة موجود عليها OLED. عليها القواد HD كمان. حلوة كتير كتير. الحلوة فيها ان هذه التابلت كتير بورتابل. فينا نستعملها متين ما بدنا. لكنها تشتغل بالسيستام السوبر ديفايس الذي اعلنت عنه شركة واوي. معناته اذا استعملوا الهاتف تبع واوي او الديس بلاي منهم. الميت فيو. هاتف ستشتغل كتير منيحة و تقدر تنقع معنومات من تليفونكم للتابلت و كلها الشيء تتمشي حلوة. يلا. شكرا جزيلا على كل الناس اللي من الاشتراك. دعونا نتحدث عن الميت بوك اي 2022. عملوا لايك و ساجنوا على الكنال حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزلكوا الفيديوهات جديدة. هذه هي الميت بوك اي. التابلت الموجودة بقلبها. مثل ما قلت لكم الويندوز 11 بقلبها للقلبة التابلة هون. ويأتي معنا هذا الكيبورد بقلب العلبة. الكيبورد يجعلنا نحول التابلت من الكمبيوتر الذي موجود هناك. نستعملها. نستعمل كلها. نستعمل الشاشة. لدينا هادفون جاك موجود على الشمال. عندما نستعملها ككمبيوتر، نستطيع الوصل هنا على المغناطيس تغري. تركب وتصبح مضبوطة كما هي على الكمبيوتر العادة. يمكننا نغير الأساس. لا يجب أن تكون واقفة تغري لفوق. يمكننا نستعمل الويندوز 11 بقلبة. كل الشيء العادة نستعملها على الكمبيوترات. لدينا الزرار الموجودة هنا. الخبرة لدينا. لدينا القرآن موجودة على اليمين. ولكن لدينا هنا موجودة لفوق. لدينا الزرار الموجودة لندور الواي فاي والشاشة. لنقفله على الكمبيوتر. ونغير الفوليوم عليه على الكمبيوتر كله. الكيبورد موجود جدا. وشكله منيح. نستعمل لنطبع مضبوط. الشاشة جميلة جدا. ونستعملها مضبطة لتحت. الشيء الوحيد الذي نتحدث فيها. هذا الزرار يأتي بقلب العلبة. يعني إذا كنت تشتريها للماتبوك إي. النظام الذي أعطيته لي هنا. مكتوب عنه من شركة الواوي. وعنده الانتر كور اي 5. والايرس اكس اي. للجرافيكس بروسسر الموجودة بالألوة للتابلت. بالشيء الوحيد من اللحظة. أنه نقدر نشوف بصمة أصبعين عليها. كثير كثير صعبة. وهذه الشيء التي تنتبهوا فيها. نصيحتي أنا خلوها بالألوبم. لدينا كاميرات 13 ميجا فيكسل موجودة. مع الالي دي فلاش. على اليمين هنا نقدر نشوف. لدينا الهدفون جاك موجود. وعندنا البصمة الفينجر برينت سنسر. مع الباور بطن موجودين من نفس الشيء. ولتحت لدينا القطع التي تقدر توصلنا على الكيبورد. بالمعنون على ثلاثة زرار موجودة المغماطيس هناك. على اليمين لدينا واحدة USB-C موجودة. ولكن على الالي الذي يعطونا تندر بولت والدس بلاي بورت الأربعة. والدس بلاي بورت عليها موجودة. تلاحظوا هنا كأنه هناك فتحة صغيرة موجودة. هؤلاء اثنين سبيكر الموجودين. لدينا أربعة. اثنين على اليمين واثنين على الشمال. وعندنا أربع ميكروفونات. لفوق مثل ما عندنا نفس الشيء. نفس الفتحات بس هيدول بيكون الهواء. بتاعت الاكزاست لبرة. حتى عندما يكون يحمل الكمبيوتر. الهواء بيطلع لفوق ببعد منا. معناته لأنه هيدا عم نستعمل الحاسوب مثل اللابتوب. لازم يكون عندنا كولينج. والكولينج بيصير هون بالمراوح البقلبة للتابلت. وبتطلع الهواء لفوق. ما بتأثر على الشاشة ولا على الظهر مثل ما يسكينه. سيكون عندنا منيح ومتحمة كثير علينا. مثل ما عم تشوفه وتعطينا الحركة تكون كثير منيحة. لكن أحسن طريقة تستعملوها لهذا السيستام. بتحطوه بقلب الغطاء. بتركبوها. وكله جمشي مضبوط. نفتح الشغلات حلوة. لدينا عدة نزامات منه لهذا التابلت. وهذا هو الامبنسل الجديد الذي نزلوه معه. الشاشة اللي متل ما قلت لكم أولا. هي 12.6 انش. 2560 بـ 2600. معناته تقريبا 240 PPI. البرائت ناس تصل إلى 600 نت. معناته بتقدر تشوفه منيح فيها برا. وعندنا أيضا الـ color gamut موجودة عليها. لدينا عدة ثلاثة نظامات للحاسوب الموجودة هنا. وثلاثتهم يكونوا الـ 11 generation لدينا Intel Core. معناته لدينا i3 والi5 الموجودة هنا. والi7 أيضا. لأن الجرافيكس الموجودين كلهم إنتغرات معنا نفيديا جرافيكس. ولكن على القليلة. لدينا Intel UHD Graphics. لدينا Intel Iris Xe. اللي موجودة هنا. النظام يأتي بـ 8 GB RAM و 19 GB. لنصحكم أن نأخذ الـ LPDDR 4.5. الـ 4X لديهم. والزاكرة الموجودة فيها 128 و 512. بالنسبة للي. لدينا 512. لذلك نستطيع أن نرى مقصومة لدينا مقصومة إلى واحدة. 120 للسيستام الأساسي. و 340 للزاكرة. وضعها على الفائلات الصور وكل هذه الشغلات. أنا منزل كل شيء على الأساسي. لدينا مقصومة إلى هنا. و كما ترون. الألم يبين عليها مثل الـ الوطر هنا. لأنه موصل. و موصلين عليها إلى هنا. كما ترون. كاميرا 8 ميجابيكسل. و 13 ميجابيكسل. و 4 ميجابيكسل. و 4 ميكروفونات. هذا الـ Pencil اللي يأتي هنا. يوصل إلى فوق. يتشرج منه إلى الكمبيوتر. عبر السلك هنا. لكن يجب أن توصله بالمغناطيس إلى فوق. هذه الشغلة مهمة. و غير هذه. و عندما يجب أن تستعملها. يمكن أن تستعملها. يمكن أن تستعملها. يمكن أن نفتح الـ Windows. يمكن أن نسكر. و هناك أيضا أن يمكن أن نفتح هذا. لن نكتب عليه كتابة مزبوط. دعنا نبدأ للم جديدة. و نرى هنا. يمكن أن نستعمل الألم. يمكن أن نكتب عليه. لن نفعل كل هذه الأشياء. الشيء الوحيد الذي تستعرف. هي أنه ليس نفس الأحساسية. عندما تستعمل الألم على الورقة. تبدأ كما نستعمل بلاستيك على الأزاز. و يمكن أن يمسح منيح. و يجب أن نتذكر أنه. إذا نستطيع أن نقبس عليها مزبوط. و يمكن أن نقبس عليها. و يمشي السطر كثيرا. إذا كبسنا قليلاً زيادة. يسمك و يمشيك كثيرا. و هذا يعني أنه. لدينا المزيد المزيد الموجودة فيها هنا. و عندما تتخلص بالألم. تضعها إلى هنا. و يجب أن تذكر أنه. يمكن أن تكون هذا التعجي الموجودة فيه هنا. تركبها إلى هنا. و يحميه. يمكن أن تكون و lion's jesteśmy في و holds. و يمكن أن نستطيع إزال الأمر. وطريقة بل Hiç نستطيع من �لالة الشركة. و الحياة finns هنا. تقالي علىن. مع هذا الشركة Efendi خises مع Windows. لكن على اليمين. يمكننا أن نستطيع سؤالهم على الكمبيوتر. هذا يساعد لنا للشركة المصدرية. و نستطيع إصدام Spotify. و نستطيع إزالI search. لا يمكن آس realmente الإرundosلات على تليفون ولا الإنترنت. يمكننا أن نستعمل بعض الأشياء على التليفون بطبعاً P50 Pro إذا كانت تلك تليفون من شركة Huawei نوجد البرسانية إستحفالية وعندنا نستعمل التعب في التليفون وكما نستعمل الوصول على التليفون تستعملوا على التعب في الوصول على ماي دفائس التابلت وعندنا أيضاً التليفون هو P50 Pro موجود هناك وذلك يمكننا أن نزيد عدة تشيئات أخرى لدينا كعبات منزلات وعندنا عدة تشيئات التليفون يمكنكم أن تستعملواها الواوي شاري بتساعدنا ان اقدر ان نوصل على كل الشغلات ان نستعملها للتليفون اذا بنا نستعملهم هنا وفينا كمان نعمل التبس والكوكسات والاقتصادات هيدا بتساعدنا نخلي انه كل الديناتر عليه للابتوب بيكون موظبوط وبتعمل تجديد عليه في كمان نعمل الـ performance tuning فينا نعمل الـ balance بتساعدنا ان نوفر البطارية بتقضيناها المدية اطول فينا كمان نعمل الـ performance بتستعمل قوة اكتر بس مثل ما بتعرفوا البطارية بتنزل قليلا الـ hardware information فينا نشوفها هون نقدر نشوف شو موجود عنا بالسيستام تعمل الـ scanning عنا 16 جيجا بايتس رام الـ hard drive الموجود مثل ما قلت لكم 512 الـ Intel iris xe للغرافيكس الـ display EDO C660 Scenario Audio و الـ Intel Wi-Fi عنا هون الـ Wi-Fi 6 موجود عليه كمان و الـ Bluetooth 5.1 الـ 11 Gen i5 الموجود عليه هون انا واسمه هذا الـ MateBook E 2022 والشاوة التانية كمان نستعملها هون في عنا هالسيستام اسمه الـ Control Panel بتعيت الـ Huawei الوحيد اللي عجبتني فيه هون مثل ما بتلكون الـ P50 Pro Connected معناتو موصلة لها الكمبيوتر معناتو اذا بفتش هون مثل ما عم تشوف التليفون بيبين التليفون ما عم بتفرجين المعلومات منه خلينا نعمله Unlock حط التليفون على جنب ساعته معناتو صرفين نعم هون نفتح التليفون هون وفينا نشوف الفايلات تعيته للتليفون بقلب الكمبيوتر مثل كأن الفايلات موجودة جوه وفينا نعمل شغلة ثانية إذا نفتحها من هون ونفتحها على الـ Control Panel فينا نطع على الـ SuperDevice الـ SuperDevice يفرجينا كل السيستامات الموجودة على نفس الـ Huawei اللي موجودة لها الكمبيوتر اللي مقدر نوصل عليه معناتو اذا بديو وصل الـ P50 Pro سأوصله من هون إلى هون سأعطيه ثانية نعملنا Allow نستعملها من هون سأعطيها ثانية وبتوصل وبتعطينا الـ Connection اللي بدنا إليها مضبوط معناتو الآن يجب أن أستعمل هذا التليفون والتليفون مثل أنه موضوع تغري على الكمبيوتر دعنا نسكر هذه هذه ونفتح وهنا نستطيع أن نفتح الفايلات يجب أن نسيطر على الكمبيوتر يجب أن أفتحها يجب أن أفتحها يجب أن أفتح الكاميرا إذا أريدها دعنا نرى هون أهلا كيف يكون نرى هون وفينا كمان نسكر نعمل كل التطبيقات اللي بدنا إليها حلوة كثير خاصة إذا ننقل الفايلات من التليفون يجب أن نفعل الفوتو والفيديو يجب أن نفعل التجامل معناته يجب أن يبدأ إستعمل على الكمبيوتر مثلاً نف sorta يجب أن ننسكرها هنا ونفتحها هنا ونبدأ أكثر مساعدة وبعدها عندما نفعل ثم نفعل يجب أن نفعل نفس المشكلة يجب أن نفعل المتصدة ونحن يجب أمنا في كل المعلومات وإذا بنتن نوصل إلى الشاشة دعنا نقوم getting disconnected يجب أن نفتح على الواوي المالتيكمبيوتر يجب أن نفتح على السيبر من السوبر ديفيس مثل ما لاحظنا أن التليفون انطفى الآن بطل موجود. يمكننا أن نوصل هنا ونوصل الكمبيوتر للشاشة مثل ما عم تشوفه الآن يمكننا أن نستعمل الشاشة الـ 28 إنش متعيطة الميت فيو كتشاشة التعيط الكمبيوتر وتعاملها موصولة بالواي فاي. الحالية فيها كمان يمكننا أن نوصل الشريط من الـ USB-C من الميت فيو ديس بلاي الضغرة للكمبيوتر هنا حتى نشارج التابلت متى لا تنزل البطارية ونقنع نستعملها كالكمبيوتر منيح. والشغلة الثانية التي أعجبتني فيها كثيرا أن أستعمل الـ Logitech ماوس التي تعيتي أنا ونوصلها على الشاشة لكن بسبب أن موصلهم مع بعض تجعلني أستعمل الماوس من الشاشة على الكمبيوتر. هذه هي حلاوة السوبر ديفيس وتساعدنا أن نستعمل الإمكانيات كثير منيحة من الكمبيوتر للشاشة، من الشاشة للتليفون أيضا يمكننا أن نقوم بتعرف التليفون ونوصله عليها للشاشة ومنجرد أن نقوم بتعمل التاب تحت الشاشة يمكننا أن نوصلها ونقوم بتعمل EMUI ديستوب ونستعمل التليفون كالماوس ونقوم بتعمل التليفون للكمبيوتر للشاشة ونقوم بتعمل الكمبيوتر للشاشة كل هذا السيستيم يمشي مع بعض دعنا نتحدث الآن عن الموسيقى والصوت على الشاشة هنا دعنا نفتحها للتطبيق هنا نحن نضط على اليوتيوب لدينا أربعة سبيكر موجودين هنا والصوت كثير منيح أنا أقوم بتعمل التليفون الآن 100% ولكن نصيحة لكم أن لا تستعملوا على هذه الدرجة سنقوم بتعمل الشاشة كبيرة ونقوم بتعمل هنا نقوم بتعملها على تقريبا 53 ثانية 53 ثانية تكون الغنية تبدو مصبوط دعنا نتسمع الصوت لا يوجد أي أشكال أربعة سبيكر موجودين كثير منيح وكما لدينا أربعة ميكروفونات لقد استعملنا نقوم بتعمل مكالمات أو فيديوهات نستعمل للسيستيم نبدأ نتحدث صونيك كما لدينا الكاميرا الموجودة عليها للسيستيم الكاميرا الأدامية لأنها 8 ميجابيكسل ستعطينا 1080p resolution عندما نقوم بتعمل الكاميرا الأساسية ستعطينا 4k resolution دعنا نعطيكم مصرع على الكاميرا الموجودة وورا اللي عليها للميكروفونات 2022 نبدأ كمانا بالكاميرا الموجودة قدام هنا نستطيع أن نقوم بتعمل 1080p أفضل على الشاشة الموجودة على الكاميرا الكاميرا الأورانية ستستخدمها على 4k لكن يجب أن نعرفها لا يوجد أن تستخدم أي شيء يجب أن تهز ستظهر لكن نستطيع أن نستطيع وضعه على الكاميرا الموجودة ونقوم بتعمل الكاميرا الأساسية وراء لدينا أربعة ميكروفونات موجودة وهذه ونقوم بتعطيكم الصورة وخبرة كيف يكون الصوت وصورة من هذه التابلت الآن الأحسن نستطيع أن نستعمل فيديوهات وكل هذه الشغلات سنستعمل الكاميرا الموجودة لأنه نريد أن نرى ما نقوم بتعمل ولكن إذا كنتم تستعملوا التابلت ونقوم بتأخذ الصورة أو الفيديو سيكون مصر كيف يكون الصوت الصورة من Matebook E على 4k كما رأيت الفيديوهات ليس كثيرا لكن الكاميرا الموجودة قدام بتكون كثير منيحة للفيديو تشات 10TP ريزولوشن بتكون منيحة أعلى من ثلاثة ربع الكاميريات اللي بشوفها أنا على الكمبيوتر ثلاثة ربع الكاميريات اللي عادةً بيكون 720 ريزولوشن هذا 1080 يعني 10TP بتكون كثير منيحة الشغل الوحيدة بقول له أنه ما تكون أحسن كاميريات موجودة على السوق إذا عندكم تليفون من P50 أو هذا بتكون تاخذ الصور وفيديو تحلو كثير استعملوا P50 وحاولوهم السوبر ديفايس وحاولوا المعلومات كلها مثل ما قلت لكم تعملوا باكتاب على الفيديو والصور كلها موجودة بقلب للتابلت منه للتليفون بالوائرلس مثل الـ AirDrop اللي عنده هنا أبل موجودة هنا ومتمشي كثير حلوة لكن ما تعجبني أكثر أكثر أنه يمكننا نوصل على الشاشة الورانية من غير ما نوصل إلى أي شريط إذا لم تكن تشارجوا التابلت لا يوجد أشكال المعلومات كثير حلو لديه واي فاي لديه بلوتوث يمكننا استعملوا مع التليفون لـ EMUI دستاب للواوي ويمكننا استعملوا مع المعلومات لنستعملوا مع المعلومات لنمشي كل الشغلات لذلك أنا معجب كثير بالسيستام يعملونه مضبوط يعملونه كثير لدينا أيضا برنتر تستعملوا من هنا ولكن لديكم سيستامات ثانية وتعمل بالسوبر ديفايس كسيستام الـ i5 والi7 سيكونوا أحسن شيء موجودين بالسوء الـ i3 ستكون منيحة ولكن نصيحتي بأي حال أنه هؤلاء ما سيكونوا سيستامات لنستعملوا على الألعاب كثير قوية لديكم تعملوا لعبة راكت ليغ أو لعبة مثلا لعبة GTA أو شغلة هكا لنستعملوا ستكون قوية السبب هذا أنه معنا قوية قوية الـ Intel Iris XC معمولة هنا وهذه معمولة على تابلت ستكون كثير منيحة لتعملوا عليها كتابات رسائل تعمل الـ Research تتفرجوا على فيديوهات كثير منيحة السبب كثير قوية لما توصلوا على 100% الصوت يظلوا كثير منيحة وعندنا قوية باس موجودة حولها لذلك أنا مبسوط كثير فيها لكن آخر شيء سيقول صراحة بالنسبة للي هذا السيستام ليس معمولة لغاية الشاشة لدينا كثير كبيرة بالنسبة للي أنا أمنيتي كانوا تضعونا بقلب العلبة مثل كانوا يضعونا بالكمبيوترات الأدمية إنه نقدر نستعمل الشغلات الزيادة عليها لأنه ما عنا إلا USB-C واحدة رغم أن عنا Thunderbolt 4 وعنا كمان DisplayPort عليها برضو واحد لا تنشي مزبوطة إذا بدي شرجوا للكمبيوتر ببقى عندي USB-C بالنصيحة لقلكم إذا بدكم نجيبوا هاكي أدابتور مثل الهب اللي عادة ما يجيبوا للكمبيوتر طبعاً على USB-C بتساعدكم كثير كثير منيح الـ M-Pencil اللي جاي معهن هو هذا الألم الجديد حلو كثير بتشرج منه للتابلت وبتقدر تستعملوا لتكتبوا لتقدر تعملوا الترسيم أو أي شغلة هيك وغير إذا بدكم تستعملوا الألم مزبوط لتقدر تزبطوا عدة شغلات عليها ستكون كثير ميحة ما بعتقد ها الكمبيوتر ستكون كثير أوي لتعمل الـ Editing أوي كثير بس إذا محتاجينه سيشتغلكم بس سيأخذ مدة طويلة وقليلة نصيحة أن تجدوهم موصولا على شريط الكهرباء لأنه ساعدة للسيستام لا يحمى كثيرا المروح الموجودة بسيطلع صوتاً منيح ولكن نتذكر أن هذا الكمبيوتر معناته نستعمل الحاسور لتبعى اللابتوب يعني نستعمل نعمل السيستام الذي يطلع الحرارة اللابتوب عادةً يعملها لذلك سيطلع صوتاً ولكن حلاوة فيها أنه يعملون على اليمين والشمال والمروح تحتاج الهيت الذي يطلع الهواء منه لللابتوب أو للمايتبوك إي يطلع على فوق وهذه الشغلة كثيراً ومضبوطة فيها أنا مبسوطة كثيراً فيها تشتغل كثيراً لواحدة وتشتغل كثيراً مع التليفون P50 Pro وإذا أريد أن تستعملها على الميت فيه ستشتغل كثيراً السيستام الذي يعمل أو التليفون أو الكمبيوتر أو الديس بلاي الذي يعمل مع بعض من غير من حتى تفكروا فيها تشتغل بسرعة بالحيانة وإذا أردتكم أيضاً يمكنكم الوصول إلى الماوس التي كنت عملها وصلت على المونيتر ومن المونيتر سيطر على التابلت عندما وصلتم مع بعضهم تشاهدوها في الفيديو كثيراً جميلة وكثيراً شكراً جزيلاً لواوي أن أعطوا لي الكمبيوتر مع الشاشة والتليفون أيضاً وإذا لديكم تليفونات وشغلات تستعملوا السيستامات جددوا البيسي مانجر واجددوا البروغرام تبعكم على التليفون وإن شاء الله تكمل أنتم فيكم تستعملوا السيستامات على التليفون تبعكم شكراً جزيلاً نشوفكم إن شاء الله بالفيديو جديد مع السلامة